بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أخواني وخواتي وأبناي وبناتي مقبل علينا شهر عظيم والأيام تروح وتمضي وهنا أكلبكم وأمري فوق السبعين سنة والله إن كانها شهر واحد كأنها شهر واحد فالله جل وعلا الغهور الرحيم ويغفر الزلات ويسمح الخطايا وقريبا من عبده إذا عبده تقرب إليه كما جاء في الحديث القدسي وتقرب لي عبد شبر انتقربت إليه دراع وانتقرب لي دراع تقربت إليه باء وان أتاني يمشي أتيته هرولة أي قالوا العلماء صببت عليه رحمة يصبا فاغتنموا هذه الفرصة فأن الله جل وعلا يكتب أجره وثوابه أي رمضان يكتب أجره وثوابه قبل الهلالة ويكتب أجره وأذامه كذلك قبل الهلالة وذلك أن المؤمن والمؤمنة يتهيأ قبل حلول هذا الشهر يتهيأ بالمطعم والماكل ويتهيأ بالنية الخالصة لوجه الله تعالى أنه يصوم هذا الشهر بإخلاص ومحبة وإيمان واحتساب كما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا خفر لهما تقدما دمك فالإنسان إذا احتسب الله جل وعلا ثم جرى عليه قلم القدر وتوفى قبل أن ينجلك رمضان أو قبل أن يكمله الله جل وعلا يصب عليه نيته نيته اللي كان ناويها ما يفوت عليها منها شيء أبدا وكذلك ذاك اللي يعد العدة لانتهاك حومات رمضان فالله يكتب عليه وزره قبل أن يهد له لاله لأنه يحاسب على النية والنية تبلغ ما لم يبلغ العمل ترجمة نانسي قنقر